بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم في موضوع دائر التزويد نظام الهايدروليكي بالتدفق من المركب Accumulator Supplementary Flow Circuit في العرض التقديم السابق تحدثت عن الوظائف الأساسية للمراكم الهايدروليكية وذكرت الوظيفة الأساسية الأولى هي عملية تخزين للطاقة الهايدروليكية ومعنى وجود المركب في دائرة هيدروليكية بحيث يقوم بتخزين الطاقة أن التدفق الذي يذهب باتجاه المشغلات الهايدروليكية يكون مكون من التدفق الأساسي القادم من المضخة إضافة إلى تدفق إضافي ويكون هذا التدفق قادم من المركب الهايدروليكي دعونا نتعرف على محتويات هذه الدائرة الهايدروليكية التي تحتوي على هذا المركب ونبدأ من المحرك الكهربائي هذا هو الإلكتريك موتور المتور الكهربائي هذا الماتور يقوم بتشغيل هذه المضخة ثابتة الإزاحة Fixed Displacement Pump ومعدل تدفق هذه المضخة هو 20 جالون لكل دقيقة عند مخرج المضخة مباشرة يوجد هذا الـ Unloading Valve صمام تفريغ المضخة عند ضغط منخفض وهذا الصمام مضبوط عند قيمة مقدار 2000 PSI سبب ضبط هذا الصمام عند 2000 PSI هو أن الـ Load الموجود على هذه الأسطوانة يحتاج إلى ضغط قيمته 1800 PSI إذن نقوم بضبط هذا الصمام Unloading Valve عند قيمة أعلى على سبيل المثال بزيادة مقدارها 200 PSI بالنسبة لهذا الجزء هذا عبارة عن Check Valve صمام عدم الرجوع وسبب وجود هذا الصمام عند مخرج المضخة وقبل المركم الهايدوريكي أنه عند الحاجة إلى إيقاف هذا النظام عن التشغيل تكون هناك حاجة لتفريغ المركم من السائل الهايدوريكي من خلال هذا الصمام صمام التفريغ بحيث يذهب في النهاية إلى الخزان إذن حتى لا يرتد هذا السائل ويرجع إلى المضخة في يقوم بإتلافها إذن وجود هذا الصمام صمام عدم الرجوع يمنع التدفق من الرجوع إلى المضخة هذا عبارة عن Accumulator بمعنى مركم وطريقة تشغيل هذا المركم هو بغاز النيتروجين لاحظ بالنسبة للpre-charge pressure لغاز النيتروجين كما ذكرت في العرض السابق لاحظ نقوم بشحن هذا المركم لغاز النيتروجين بعد أن نقوم بتفريغ السائل منه حتى يصل ضغط غاز النيتروجين إلى نصف أقصى ضغط يصل هذا النظام أقصى ضغط يصله هذا النظام هو عبارة عن Sittingly Unloading Valve وهو 2000 PSI إذن لاحظ هنا الpre-charge بمعنى الضغط الذي يجب أن نشحن فيه غاز النيتروجين الموجود داخل المركم هو 1000 PSI هذا الجزء هو Restrictor بمعنى خانق وسبب وجود هذا الخانق عند الحاجة إلى تفريغ السائل من المركم حتى تتم عملية التفريغ بطريقة منضبطة ومنتظمة إذن يجب أن يكون هناك خانق بين المركم وبين الخزان هذا عبارة عن Bleed Valve ومعنى Bleed Valve هو صمام تفريغ للسائل الموجود داخل المركم هذا الصمام صمام التفريغ هو صمام بفتحتين ووضعيتين وطريق التشغيل هذا الصمام هي طريقة كهربائية هذه هي ساعة قياس الضغط لـ Pressure Gage ووجود هذه الساعة في هذا المكان تعني أن قراءة هذه الساعة هي قراءة ضغط السائل الموجود داخل المركم هذا عبارة عن صمام تحكم توجيهي بأربع فتحات وثلاث وضعيات والوضعية المركزية لهذا الصمام هي مغلقة المركز وطريق التشغيل هذا الصمام هي طريقة كهربائية من خلال 2 Solenoids لاحظ هنا قبل الأسطوانة وبعد الأسطوانة يوجد One Wave Low Control Valve بمعنى صمام تحكم بالتدفق وحادي الاتجاه يعني أن الصمام الخانق يحتوي على By Pass Check Vault لاحظ الصمام الخانق مضبوط عند قيمة مقدارها 30 جالون لكل دقيقة سواء في حالة الدخول أو في حالة خروج السائل إذن لاحظ هنا التدفق الذي يذهب باتجاه هذه الأسطوانة هو 30 جالون لكل دقيقة هذا الجزء هو الأسطوانة الهايدوكية وكما ذكرت لاحظ هذه الأسطوانة تتعرض إلى أحمال وتحتاج هذه الأحمال إلى ضغط تشغيلي قيمته 1800 PSI أخيرا على الخط الراجع يوجد هذا الفلتر أو المرشح وهذا المرشح يركب معه By Pass Check File وأخيرا هنا هذا هو الهايدروليك تانك إذن هذه هي المحتويات الأساسية لهذه الدائرة الهايدروليكية دعونا نتعرف كيف تتم عملية تعبئة أو شحن المركم الهايدروليكي بالسائل الهايدروليكي لاحظ كما ذكرت في العرض السابق بعد أن نقوم بعملية شحن غاز النيتروجين وكما ذكرت قيمة ضغط غاز النيتروجين أو الـ Pre-Charge Pressure هو 1000 PSI إذن بداية يجب أن يكون صمام التحكم التوجيهي في الحالة المغلقة إذن هنا الصمام التوجيهي في الوضع المركزي بمعنى آخر الفتحة P أو الفتحة التي تتصل مع المضخة هنا في حالة إغلاق إذن لاحظ هنا عملية تشغيل المضخة الهايدروليكية بمعنى عملية تشغيل المحرك الكهروائي في هذه الحالة عند بداية عملية الشحن لاحظ هنا بالنسبة لصمام تفريغ السائل الهايدروليكي لاحظ يكون في حالة إغلاق كيف يكون هذا الصمام في حالة إغلاق لاحظ هذا الصمام يتم إعطاء هذا الملف الكهروائي إشارة كهروائية عادة ما يتم ربط هذا الصلونويد لهذا الصمام مع التوصيلات الخاصة بالمحرك الكهروائي بمعنى آخر عندما نقوم بتشغيل المحرك الكهروائي ونقوم بتشغيل المضخة مباشرة هذا الصمام يعطى إشارة كهروائية مباشرة إذن يصبح في حالة إغلاق إذن هنا التدفق الخارج من المضخة يعبر صمام التشيك فالف صمام عدم الرجوع طبعا لا يمكن أن يذهب باتجاه النظام الهايدروليكي لأن الصمام التوجيه موجود في الوضعية المركزية المغلقة وبنفس الطريقة لا يمكن أن يعبر هذا الصمام عبر صمام التفريغ ويذهب إلى الخزان لأن الصمام التفريغ في حالة مغلقة إذن يجبر السائل بأن يندفع ويتم تعبئة هذا المركز بالسائل الهايدروليكي لا حتى تستمر هذه العملية عملية الشحن طبعا أثناء عملية الشحن يبدأ الضغط في هذه الخطوط المضللة باللون الأحمر بالارتفاع حتى يصل الضغط في هذه الخطوط السيتينج للأنلودينج فالف وهو 2000 PSI إذن ماذا يحدث في هذه الحالة؟ لاحظ عندما يصل قراءة ساعة قياس الضغط إلى 2000 PSI بمعنى ضغط السائل داخل المركز أصبح هو 2000 PSI إذن في هذه الحالة لاحظ هذا الضغط أو هذا الخطوط وهو خط الإرشاد الخارجي يقوم بعملية فتح لصمام تفريغ المضخة إذن لاحظ هنا صمام تفريغ المضخة يصبح في حالة الفتح ببساطة لأن الضغط في هذا الخط الإرشادي هنا أصبح أعلى بقليل جدا من 2000 PSI إذن عملية فتح هذا الصمام تعني أن السائل الذي يتدفق من المضخة يرجع إلى الخزان الهايدروليكي ولكن عند ضغط منخفض معنى رجوع السائل إلى الخزان عند ضغط منخفض أن مقدار الطاقة الهايدروليكية المفقودة أثناء عملية تفريغ المضخة تكون طاقة قليلة جدا في هذه الحالة تعمل المضخة بأقل قدرة تحملية لها وبنفس الطريقة المحرك الكهربائي يعمل ويكون في حالة الأنلودينج إذن في هذه الحالة هنا أصبح المركم معبى ومشحون بأقصى طاقة له بسائل هايدروليكي وضغط هذا السائل هو 2000 PSI لاحظ بعد انتهاء عملية تعبئة أو شحن المركم بالسائل الهايدروليكي في هذه الحالة نحتاج إلى تشغيل هذه الدائرة الهايدروليكية إذن في هذه الحالة عندما تكون هناك حاجة لتمدد الأسطوانة الهايدروليكية إلى الأمام ببساطة نقوم بإعطاء إشارة كهربائية لهذا الملف الكهربائي أو هذا الصالونويد إذن يصبح صمام التحكم التوجيهي في الوضعية المتوازية في هذه الحالة وفي اللحظة التي نغير فيها وضعية صمام التحكم التوجيهي لاحظ ينخفض الضغط في النظام حتى يصبح عند قيمة مقدارها هي 1800 PSI وهي الضغط التشغيلي اللازم لتشغيل الأسطوانة الهايدروليكية إذن في هذه الحالة ينخفض الضغط في خط الإرشاد ويصبح قيمته 1800 PSI إذن لاحظ هنا ضغط الإرشاد يصبح أقل من الـ Sitting للزنبرك الخاص بصمام تفريغ المضخة إذن في هذه الحالة هذا الصمام يتغلب على ضغط الإرشاد إذن يقوم بعملية إغلاق لهذا الصمام إذن إغلاق الصمام تعني أن التدفق القادم من المضخة يذهب الآن باتجاه النظام الهايدروليكي لاحظ صمام عدم الرجوع يسمح للتدفق القادم من المضخة بأن يندفع من خلاله بنفس الطريقة لاحظ هنا محاولة رجوع السائل الهايدروليكي القادم من المضخة وأيضا القادم من المركم لا يمكن أن يعبر هذا الصمام صمام تفريغ المضخة لأن هذا الصمام هو صمام في حالة إغلاق إذن السائل القادم من المضخة بمعدل تدفق مقداره 20 جالون لكل دقيقة يندمج مع التدفق الإضافي القادم من المركم وقيمة هذا التدفق هو 10 جالون لكل دقيقة لاحظ عملية التحكم بمعدل التدفق للسائل القادم من المركم 10 جالون لكل دقيقة ببساطة لأن الخانق الذي يركب قبل هذه الأسطوانة مضبوط عند قيمة مقدارها 30 جالون لكل دقيقة إذن يندمج هذان التدفق قان ويعبران صمام التحكم التوجيهي ويعبران لاحظ هنا كيف يتصرف السائل عند عبوره هذا الصمام صمام التحكم بالتدفق لاحظ هنا صمام عدم الرجوع يكون في حالة فتح إذن هنا التدفق 30 جالون لكل دقيقة تعبر هذا الشيك فال وسأتحدث لماذا معدل التدفق الذي يعبر هذا الشيك فال هو 30 جالون لكل دقيقة إذن في شوط التمدد لاحظ السائل لا يعبر الخانق وإنما يختار المسار الأسهل وهو عملية عبور هذا الصمام الخانق لاحظ يدخل السائل إلى الأسطوانة الهيدوكية ويندفع من بوابة الخروج وهي البوابة B للأسطوانة الهيدوكية لاحظ السائل الذي يخرج من الأسطوانة الهيدوكية هنا يوجد نقطة تفرع بمعنى يوجد مساران لهذا السائل المسار الأول هو أن يعبر الشيك فال لاحظ الشيك فال يكون في حالة إغلاق إذن يجبر السائل أن يعبر هذا الخانق ولا ننسى أن هذا الخانق مطبوط عند قيمة تدفق معدل 30 جالون لكل دقيقة إذن هنا يجبر المركم أن يقوم بعملية تسريب ما مقداره 10 جالون لكل دقيقة حتى تندمج معل 20 جالون لكل دقيقة القادمة من المضخة إذن هنا السائل الخارج من المضخة يعبر هذا الخانق طبعا السائل الراجع من الأسطوانة يرجع إلى صمام التحكم التوجيهي من الفتحة بي ويرجع ويخرج من صمام التحكم التوجيهي من الفتحة تي لاحظ هذا السائل يعبر هذا المرشح قبل أن يرجع إلى الخزان لاحظ عندما يكون هذا المرشح مرشح نظيف بمعنى آخر هنا أيضا السائل يوجد له مساران محتملان المسار الأول هو أن يعبر صمام عدم الرجوع لاحظ عندما يكون الفلتر في حالة يكون نظيف لاحظ هذا السبرينج يتغلب على عنصر الإغلاق فيبقي هذا الصمام في حالة إغلاق إذن هنا صمام عدم الرجوع يمنع هذا السائل من عبوره إذن يجبر السائل الهايدروليكي أن يعبر هذا الفلتر إذن هذا الفلتر يقوم بعملية تنقية للسائل الهايدروليكي إذن في النهاية يرجع إلى الخزان الهايدروليكي مباشرة إذن هذا هو عمل هذه الدائرة أثناء تمدد الأسطوانة الهايدروليكية طبعا لاحظ عندما يصبح الأسطوانة في أقصى وضع لها طبعا يزداد الضغط في هذه الدائرة الهايدروليكية يزداد عن 1800 PSI إذن في هذه الحالة التدفق القادم من المضخة يذهب باتجاه المركب الهايدروليكي إذن هنا تتم عملية شحن المركب مرة أخرى طبعا عملية شحن المركب تستمر حتى يصل الضغط للسائل إلى 2000 PSI في هذه الحالة صمام تفريغ المضخة يفتح فالتدفق القادم من المضخة يرجع إلى الخزان ولكن عبر الأنلودينغ فالو دعونا نتحدث عن عمل هذه الدائرة الهايدروليكية ولكن أثناء رجوع الأسطوانة إلى الخلف بمعنى Retraction Stroke في هذه الحالة لاحظ هنا نعطي إشارة كهربائية لهذا الملف الموجود في صمام التحكم التوجيهي يصبح صمام التحكم التوجيهي في الوضعية المتوازية إذن لاحظ هنا في اللحظة التي نعطي فيها إشارة كهربائية لهذا الملف لاحظ ينخفض الضغط في المناطق المضللة باللون الأحمر فيصبح قيمة هذا الضغط وهو 1800 PSI إذن في هذه الحالة صمام الانلودينغ فالو يصبح في حالة إغلاق إذن التدفق القادم من المضخة يعبر هذا Check Valve التدفق هنا لا يمكن أن يعبر صمام تفريغ المركم إذن الـ 20 جالون لكل دقيقة القادمة من المضخة تندمج مع التدفق الإضافي القادم من المركم وقيمة هذا التدفق هو 10 جالون لكل دقيقة تحديداً وسأتحدث لماذا معدل التدفق هنا يجب أن يكون فقط 10 جالون لكل دقيقة إذن هذا السائل يدخل إلى صمام التحكم التوجيهي من الفتحة B يدخل الصمام التوجيهي من الفتحة B ويخرج من الفتحة B السائل هنا لاحظ قبل أن يدخل هذه الأسطوانة يواجه هذا الصمام صمام التحكم بالتدفق لاحظ هنا التدفق له مساران المسار الأول هو إما أن يعبر Check Valve أو أن يعبر الخانق لاحظة Check Valve في هذا المسار يكون مفتوح إذن السائل يختار هذا المسار السهل إذن التدفق يدخل إلى الأسطوانة الهايدوكية بمعدل 30 جالون لكل دقيقة السائل الذي يخرج من المضخة من الفتحة A لاحظ هنا عندما يواجه هذا Flow Control Valve يوجد له مساران أيضاً المسار الأول هو أن يعبر هذا Check Valve إذن يكون في حالة إغلاق إذن يجبر هذا التدفق أن يعبر هذا الخانق المضبوط عند 30 جالون لكل دقيقة لهذا السبب معدل التدفق الذي يندفع من المركب هو 10 جالون لكل دقيقة إذن 30 جالون لكل دقيقة تدخل إلى هذا الصمام التوجيهي من الفتحة A وتخرج من الفتحة T لاحظ هنا السائل الذي يرجع إلى الخزان يجب أن يعبر هذا المرشح أو الفلتر بنفس الطريقة عندما يكون هذا المرشح نظيف هذا الصمام يكون في حالة إغلاق إذن يجبر السائل أن يعبر عنصر التنظيف أو عنصر الترشيح إذن يندفع السائل ويرجع إلى الخزان الهايدروليكي إذن هذا هو عمل هذه الدائرة في أثنى شوط رجوع الأسطوانة الهايدروليكية لاحظ عندما تنتهي هذه الدائرة الهايدروليكية من العمل ونريد أن نوقف هذه الدائرة الهايدروليكية طبعا هناك طاقة مخزنة موجودة داخل المركم هذه الطاقة المخزنة يجب التخلص منها حتى تكون هذه الدائرة الهايدروليكية في حالة آمنة إذن كيف يتم عملية تفريغ المركم الهايدروليكي من السائل المخزن في داخله؟ لاحظ هنا في هذه الحالة نقوم بعملية إطفاء للمحرك الكهربائي بمعنى في هذه الحالة المضخة الكهربائية تتوقف عن العمل ولا ننسى أن الصمام التوجيهي يجب أن يكون في الوضعية المركزية المغلقة إذن في هذه الحالة لاحظ بما أن هذا الصمام وهو صمام البليد فالف لاحظ هذا الصلونويد أو هذا الملف مربوط مع التوصيلات الكهربائية الخاصة بالمتور أو المحرك الكهربائي إذن عندما نقوم بإطفاء المحرك الكهربائي لاحظ هنا الإشارة الكهربائية التي تقوم بتشغيل هذا الصلونويد تختفي إذن هنا يصبح هذا البليد فالف في حالة deactivated ومعنى أن يصبح هذا الملف في وضعية deactivated أن الصمام يصبح في هذه الوضعية المفتوحة إذن في هذه الحالة هذه الفتحة للصمام تصبح في حالة فتح وأيضا تصبح هذه الفتحة في حالة فتح إذن السائل الهايدروليكي الموجود في المركم يندفع بفعل الضغط وبفعل الوزن يعبر أولا هذا الخانق وهو الريستريكتور حتى تتم عملية تفريغ هذا السائل من المركم بطريقة منتظمة وآمنة إذن بعد أن يعبر هذا السائل هذا الخانق طبعا يعبر هذا الصمام وهو البليد فالف ويرجع إلى الخزان الهايدروليكي لاحظ وجود التشيك فالف لاحظ هذا التشيك فالف يمنع رجوع هذا السائل القادم من الأكيوميليتر حتى لا يرجع إلى الخزاء إلى المضخة فيطلف المضخة إذن التشيك فالف في هذه الحالة يكون في حالة إغلاق إذن هذه هي الطريقة التي يتم فيها تفريغ المركم الهايدروليكي طبعا ضغط السائل الهايدروليكي في هذا النظام يبدأ بالانخفاض حتى يصبح عند قيمة مقدارها 0 PSI إذن قراءة الضغط 0 PSI تعني أن السائل الهايدروليكي الموجود في المركم قد تم تفريغه بالكامل عبر البليد فالف إلى الخزان الهايدروليكي إذن هذا كل ما يتعلق بالنسبة لهذه الدائرة الهايدروليكية التي تحتوي على هذا المركم وهذا المركم يقوم بعملية شحن أو تدفق إضافي للدائرة الهايدروليكية شكرا لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته